السلام عليكم وحبيباتي انتمنى تكونوا كامل باخر ولا خير انتمنى تكونوا دوزتوا ايام العيد باخر ولا خير وتكونوا شو العائلة ورسحيتوا شوية من تمر جليد راكم عارف ان هذا العيد كله غير شراء وتمراء ولكن الحمد للهجية حلوة العيد اليوم شاء الله غاد نشرك معكم بالنسبة لما قادر بالتفاصيل غاد يتلقوهم في صندق روس باللغة العربية وغاد يخليهم لكم كذلك في اول تعليق متبات ان شاء الله في نفس الفيديو هنا كيفما تشوفوا انا كنجرهم قطع صغيرة انتم مقدروا كيفما بغيتوا الحجم اللي بغيتوا انا تقريبا 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 كنجر فيهم ديك خمسة وسبئين ثلاثة وسبئين هكذا موين من سبعين حتى ال خمسة وسبعين لماكسيموم حيث هم ما تيبغوش يكونوا كبار بزيف وكيفما غاد شوفوا غاد يخمروا وغاد يضعف الحجم يعني بالاحسن يكونوا هكذا صغيرين صغيرين اللغة اللي يجي معنا بوحدي هنا بعد ما كما شتوقتهم غاد ندوزهم في الماء وغاد ندوزهم في الزرار الزراري حقودو اللي حبيته حتى لما عندكم شاء البناز ممكن تديرو غير الماء ودقيقا دي نوريها لكم حتى هي الطريقة نشاركها معكم ان شاء الله صراحة كيجو فنين البنازو كيجو رطي طب هذا كنا كنت ورا تولينا الشاف اللي كناقرين عندها في الصنخ دي دي العزيب كيفما كانت شوفوا صراحة كيجي زوين وكيجي هماوية كده في الطبيلة خاصة تاني لا درت شوها كده بحلقة ضغميرا ولا الحماء مع السل كيجي زوين صراحة معا وحتف طبيلة كيبان زوين وممكن انكم تديروه في الجود دي وكذلك حتى لا بغادوا تحتفظوا بي في الموج بميدره لا تخاف هنا من بعد ما كورتهم وقدرت لهم ذوك الزارع دوسع لهم هنا بواحد ذاك الرزوان اول شي موسي يكون عندكم حاد يكون جديدة البنات كتمسحوه وكتخدموه بي وكتخليهم شي يخمروا صافي هنا غدي نشارك معاكم ان شاء الله الحم مع السل كيجي مع الكو رائع ان شاء الله غدي نشارك معاكم غدي يجبكم وسهل بدون تعقيدات خاصة الناس لما تيجيهم شاكده الحم بنين وما كيجيهم شاكده لون جيلهم معلك ومسل حنا كيف ما كان شوفو خديت تقريبا هنا ثلاثة كيلو ديال لحم حينت جين الضياف وقلت هكذا ندير كنتي تيل كتيره باشي الله تقدنينا غدي نشارك معاكم ان شاء الله هنا بالنسبة للعطريات شويت الملحات شويت البزار جوجت العواد ديال القرفة اضفت هنا معلقة كبيرة حتى جوج محلقة ديال الزبدة شوية ديال زيت العود بالنسبة للغلمية راكم عارفين كيتلقى الدهون دياله يعني من الاحسن ما تديروش زيت المائدة هنا ضفت تومة محكوكا ضفت هنا كدلك ثلاثة المحلقة ديال العسل وضفت معلقة ديال المروزية معلقة ديال سكنجبير ومعلقة كبيرة ديال ديال القصبور يبس هنا بالنسبة للخبيزة ترى كيف ما شتوا بديت كان طيب فيهم بعد ما خبروا هنا اخديت جوج بصلات كباري تقريبا نصف كيلو جيال بصلة هي جوج بصلات كبار دوستهم في الهاشوار مزيان حتى تشنفو مزيان وغادي نضيف هنا بعلقة ديال السمن اختياري البنات بغيتو تضيفو وضيفو ما بغيتوش ما تضيفوش هنا بالنسبة للشلادة اللي غادي ندير الشلادة عادية شوية الخزو شوية اللوبيا شوية البطاطا شوية الباربة كيف ما كاتشوفو مهم اللي عندكم ديرو انا را ادشي اللي كان متوفر راني يدرتو بالنسبة للكوكوترا كل ساعة تطلع ليها انا في الاخير اضفت عليها شوية الزحفران شعرا شوية اللوز حمرته في الزويتة هكذا باردة كيف ما كاتشوفو ما يم دائما حاولو تديرو الزيت بارد باش ما يتحرقش لكم وتيطب لكم من الداخل كيكون مقرمش انا اختيت غير شوية غير باش نزين بيه ستواجين من الفوق هنا بنسبة للطبالة ديالي غادي نحط هدا الاواني اللي كانت خديت من عند هداك اللي فيه البيضو لكحل خديته من عند كوان ماسهو ذاك الذهبي ونواق كنت خديته هداك الاسود خديته عند صانيلي لكن احدا مارجان صراحة ما ندمش عليهم وما الوحيدين اللي كانوا دير لهم داكتامان هادوك الكحلين اما دوك البيضين را كنت خديتهم بـ 11 درهم والدهبيين كنت خديتهم 35 درهم اللي واحد صوفي هنا المريقة هيا راها بدات كاتطيب او لا طابش من بعد ما غادي تعسل وتعلق اليم زيان وتنشف من البلول ما نطبقش فيها بزاف هنا غادي نقدمها في الطاجين السوسي احنا ضروري هكذا الطواجين حيث صراحة كيبقى هكذا شاد لكم السخونية وكيبقى حتى في الشكل وفي التقديم كيبان زوين ويم كلها يقدم فاش محب كيف ما كنقول لكم دائما كلها تقدم فاشنو سما فاش كيرتاح هنا من بعد ما قديد هدا كل لحيمات في الطاجين اضفت عليه تقريبا هنا واحد جوج مع القديل زيتارجان وخليتوا هكذا كيت تشحر انا غادي نقص ليه مزيان مزيان انا خليتوا على هلا أعافية ميلا حيث هنا غاقر بنا ان تغدو وغا بشي يبقى شاد ليه سخوني ومن هاتي كيبقى هكام علق هنا اخديت الروس اضفت ليه ثلاثة ديال فلافيل حمرين ضاروري حمرين البنات قطعتهم تهومارقة بعد ما لقيتهم اضفت ليه لدان دفيمي اضفوا اي شح كتخي بغيته اضفت ليه هنا سوريمي او لدك شح كتخي ديال سوريمي ممكن اضفوا غا السوريمي العادي كيعطيه واحد البنات قسمة بله رائعة هنا اخديت شوية من هدك السوريمي وغادي ندير فلمون اللي غادي نزوق به او اللي غادي ندرسي فيه كيف ما كتشوفوا مهم غا باش كيبقى يبقى يبقى طرفها من الفوق فهمتوني كنتش منها تكون زعمال واضحة لكم الفكرة مهم البنات ما تنسوش لي عافاكم اللايك وشترك في القناة تراني وقسمة زعم ما نسيت ما قلت عليكم كتنسا ولي ما كتخليوش لي القليبات المشيشات كتقولوا لي شاركي معنا الوصفات ولكن يفش كنشاركو معكم البنات كيكون تفاعلنا بزاف دكشي الاسا فيكن اقز ما نشاركو معكم الوصفات فهمهم حفزوني تنتو ما وخلو لي تعالي قزوينا باش كنفراح وكنقول الله عجبون الفيديو باش نعمد لكم تاني ان شاء الله فيديو جديد في وصفات سهلة واقتصادية ان شاء الله هنا بالنسبة للسلطة كندير شوية الملحاء شوية البزار شوية الخل وشوية جيل الربيع كيف ما كتشوفوا هنا بالنسبة للبطاطة قطعتها على جوج حين تبانت لي كبيرة بزا إلا كانت عندكم صغيرة ممكن تخليوها كيف مما يلا بغيتو تخليوها هكذا ممكن تصوطيوهم حتى في المقيلة انا مادرتهمش ما صوطيتهم ماتش حاجة فقط سلقتهم هذا خيزو سلقتو البطاطة سلقتها وهذا البرباح تي سلقتها ولكن اللوبيع فورتها كيف ما كتشوفوا صافي وهنا كيف ما كتشوفوا وضفت عليهم شوية جيل زيت العود ممكن تضيفوا أي زيت هنا بالنسبة للدريساج قدمتهم في هذا البطاطة اللي كنت شاركت معاكم هذا دائما تتسولوني لها البنات أنا خديتهم في الهيون را كانت شاركتها معاكم بالنسبة للبنات اللي كانوا متبعين من شحال هادية را خديتهم في الهيون خديت ثلاثة دي المعقاسات خديت 60 60 و 75 الكبير 75 مهم بالنسبة للبنات اللي كنت شاركت معاكم مش حمل محل كينين عنده وكينين كذلك حتى عند غال غير رامي را كينين عنده في جميع المعقاسات وديهم صراحة تأمان مناسب هنا بالنسبة للسلطة كل جهة نحط فيها شوية باش هكذا قاعد تعمل اللي كان في شي بلاسة كتوصلو كيوصلو زي ما كل شي هنا زينت بشوية دي اللي دانت في مي مهم تمام بالنسبة للتزين البنات ممكن تزينوا بأي حاجة متوفرة عندكم ممكن غير فرماج ممكن حتى لما بغيتوا قاعد ديروا تشي حاجة راني ماشي مشكل بنسبة لهاد البلا والله لكي شو زويني نشوفوا ده برا شلدة سهلا معلاء وفي هاتش تعقيدات عادية وفي تزين كيبان مهم احنا را كنا ناكلوا بلعين قبل من قبل ما دق ولي كي ما تخافوا شراء ما دق كيين هنا بالنسبة للشلدة دي اللي ما طيشة شلدة مغربية شوية الملحة شوية البزار معلقة ديال مايونيز وشوية زيت العود وشوية زيت أرقان كي اعطى واحد اللي بنا لي زوين بزاف هنا قدمتهم فاد بصلة هادو سافي وحطيت هنا هنا البرادية الشلدة ديالي انا رادرت كذلك القطبان ديال الحم ما شركتهم مش معكم حيث صراحة الفيديو غادي جوكم طويل موية مرة القطبان كوشيتي عارفي ما غينيهم ان شاء الله تم مرة اخرى ونشاركهم معكم هنا بالنسبة للشلدة كيف ما كانت شوفوا قدمتها في دكت بصلة لي حتاهم اخذتهم من ساقا بنسمى التامن ديالهم كان بعشرة درهم وهنا كيف ما قلت لكم حتا تشوية زيتون هكذا اللي بغى ياكلو ما ياخدو وهنا ركبتك السابور اللي خطيت من عند المجد رح كنشاركشو معاكم وبزاف منكم سولوني عليها في الانستغرام فنشاركت معاكم اللاقات ديال هاد الفيديو هادا بنسبة للبنات اللي مازا ما دخلوش عندي الانستغرام عشنو كاتت سنو دخلو عندي كتبو غزالة بيوتي واحد را غادي طلع لكم مرة دائما كنحط لكم اسطوريات كنشارك معاكم الجادي تماك حيث اليوتيوب قليل فاشك نشارك معاكم يعني كل شي اهنا عدية طبالة ديالي كيف ما كتشوفوا صراحة مجد خفيفة وبحواج بساطين ممكن تبينوها كدف حملة زوينة مو ملعين كتاك القبل من من الفم كيف ما كنقولو اهنا ركبت هادوك القطيبنات ديال الحم كي يجو صراحة فنين وحتى كي جاكد البلاه ماوي واخرا كيف ما كتشوف راكت لكم حاجة لي عادي اي واحد كي يديرها ولكن الاواني كي يبينو لكم الطبالة ديالكم في شكل زوين ما يمقروا لي كيف جاتكم الطبالة البنات وما تنسوش كدلك تباكتها جاول قناة مع الاصدقاء وراكم كتنسوني راكم كلها لكم وكان نعود رايلا ما كتلكم حق لي وليتعليق زوينة وكدلك ما تنسوش لي اللايك تحفيز كيف ما دائما سنطلب منكم حيث صراحة فشكرا لكم اللي بلا بحركة جيل هكدا اطبق جيل الطيافة ما كيكونش فيهم تفاعل بزا كيكون قليل قليل ملقى لي درجة لامنطقة لانكم شاركت معكم في الاراك صراحة استقاطية فنة خلي خيطة هكدا مخزانية بالنسبةل ال 8 والله البنات ما مقرش عقل على ال 8 وش 350 درهم ولا ما عرض 400 درهم مهم تقريبا بحالة هكدا والله البنات ما مقرش عقل على ال 8 شوفوا لايض طواجين تبارك الله ومعلق ضفت عليه هكذا الوز quiما قلت لكم ذلك الزيت صافي وهذا هو الطوزين جيلا ما يحاولو سبطلو ذاك البرقوق ومش مامش لي كنا مولفين ندخلوها كداش في يدي النموأسلات هادول كيتباعو هندل عطار رعار خاصين بزاف هانتما شوفوا لي الحيمات كيف يجيرين مالكين اللحق ومضرقكم كنقول لكم شكرا على المتابعة وانتمنى يكون نهار الفيديو هادانا الإعجاب ديالكم ما تنساوش تخلي بليه لايك واشتراك في القناة بجائما يوصلكم جديد لكرحت لكم شكرا حبيباتي وإلى اللقاء